من أكتر الناس اللي محبوبين على السوشل ميديا فرح شعبان وعلي غزلان وزي ما أنا قلت لكم في الإنترو إنه هم نوروني وشرفوني هنا في قعدة ستات يمكن من 3 أو 4 سنين فاتوا ونوروني مرتين أول مرة كانوا لسه بيحضروا الكاتب الكتاب تاني مرة كانوا اتجوزوا فأنا أعرفهم عرفة شخصية يمكن تكون مش معرفة قوية ولكن أعرفهم بحترمهم الاتنين محبوبين جداً الاتنين الناس بيتابعوهم وبيحبوهم بجد فرح قدوة لبنات كتير قوي على السوشل ميديا وإذ فجأة لقينا كل المواقع كاتبة إن فرح وعلي اتطلقوا وإحنا مش حابين نتكلم عن أي أسباب اتطلقنا ليه دي حاجة خاصة بينا وياريت الناس تحترم الموضوع ده أكيد الناس كلها إذا تعرف إيه السبب أكيد الناس كلها إذا تعرف بعد كل الحب والغرام والقصص والحكايات اللي كانت ما بين علي غزلان وفرح شعبان اللي حصل لأنهم دلوقتي كمان ربنا يحفظوا ويحميه عندهم رحيم ربنا رزقهم برحيم وحياتهم كانت جميلة ويمكن دايماً اللي بيبقى موجود على السوشل ميديا مش هو الحقيقة كلها لأن زي ما دايماً ناس كتير بتقول بالبلدي كده محدش بيصور خبته محدش بيصور أي حاجة ممكن تكون بتدايقه الواحد بيبقى في أحسن شكله في أحسن مظهر بيطلع يتصور بيطلع يحكي قصص لطيفة يعاملوا تيك توك مع بعض فالناس كانت شايفة أنه هم يعني كابل جميل وهم حقيقي شخصيتين محترمين جداً أخلاق أولاد ناس عن معرفة بيهم أنا مش بقول كده لمجرد أن أنا مزيعة ومعايا فرح النهاردة موجودة على الهوى كل الأسئلة اللي الناس حابة تسألها من كتر حبها فرح وعلي النهاردة أنا هحاول أسألها وهي ليها حرية الاختيار في أنها تجاوب على إيه ما تجاوبش على إيه ولكن النهاردة أنا مشرفاني ومنوراني اللي كل الناس بتحبها على السوشال ميديا وكمان الإعلامية فرح شعبين أهلا بيك يا ماروح منوراني فروحة مرسي ربناي خليك أنت عارفة أننا مش مزيعة وانت ضيفة وإحنا عايزين وشؤال وجواب أنا عايز أعرف أنتوا نورتوني هنا في قعدة ستات وأنا عارفة قصة حبك وبدأت إزاي وأنا عارفة علي بيحبك إزاي وانت بتحبي إزاي إيه فجأة إحنا اتطلقنا ومش عايزين حد يسألنا عن الأسباب إيه اللي حصل؟ لا بصي أنا عامةً شخصية يعني متماسكة جداً 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 يعني لا ما بحبش أبين أي negative energy أو أي طقة سلبية حتى الأهلي حتى الأقرب بالناس لي يعني ممكن يبقى عندي مشاكل كثير وممكن نبقى زي أي بيت مصري فيه خنقات وفيه مشاكل فعلاً ما حدش يعرف عني حاجة ولا عن بيتي ولا عن حياتي ولا أي حاجة أنا دي شخصيتي عامةً حب أتحك أحب أهزر نحكي كده لكن يعني وانت كامس بقى للبيت أنا بالنسبة لي دي يعني بحس إنه الأسرار اللي جوه البيت ما يفعش تخرج غير للشخ يعني لي ولي ما بينك وما بيننا علي ما بين الزج وزجو أعتقد إن ده المفروض اللي يحصل بين أي زجين زواء كملوا أو ما كملوش بس وما كانوا أقرب اتنين لبعض فالأسرار هتموت معاهم والحاجات الحلوة هتعيش وتموت معاهم أنا دي كانت وجهة نظري فأكيد يعني كان فيه خلافات أنا ما بحبش أبين لعه سوشال ميديا ولا على أي حاجة لأنه سوشال ميديا احنا ببين فيها الحاجات الحلوة دي الزبط زي ما أنت قرتي في أول الحلقة إنه محدش بيت لعيبين الخنقات محدش بيت لعيبين أي حاجة عشان أعتقد إنه سوشال ميديا مش مكان احنا نبين فيه ده هو مكان نتصور فيه صور حلوة بنعلن عن حاجات الأزيزة المصدقية كويسة الناس بتحبنا وعملنا معاهم علاقة كويسة علاقة حب بيننا وبين الناس فبنوريهم صفرنا بنوريهم حاجات حلوة بنفدهم بكلام كويس بس لكن الخنقات وكلام ده كله بيفضل جوه البيت زي أي بيت مصري بعد كل الحب الرهيب اللي ما بينك وما بين علي ونتج عنه ربنا يحفظه يعني ويكبر كده وتشوفيه أحسن الناس رحيم وأنا بشوف حتى عندكم إنه على الأكاونت عندكم عنده إنكم بتعشقوه يعني طبعا أغلى أغلى حاجة في الدنيا طول الوقت معيكي ومعي يعني حتى هو برضو مش بيغيب عنه خالص لا طبعا إيه اللي يخلي بعد قصة الحب تزيه يحصل طلاق نصيب يعني أنا كل شيء نصيب طبعا كل شيء نصيب أنا النهاردة لما حد بقى بيسألني أي سؤال يعني مثلا لو سألتيني فرح أنت ممكن تعملي ده بكرة بقى أرضي معرفش ما بقيتش عارفة حكم على الأمور يعني بقيت مثلا لما حد يقول لي هوا أنت تقبلي إن انت يحصل فيك الموقف ده أرد أقول معرفش فيقول لي يعني يعني إيه ما تعرفيش أقول لهم فقطت الثقة في كل حاجة بعد اللي مريت بي أنا أنا كنت بقول مستحيل أمر بالظروف اللي مريت بيارفة رفتت مستحيل أتطلق كنتش أتخيالي يعني يعني عشان أنا كمان شخصية حمولة جدا فكنت بقول مستحيل إن أنا أعدي بظروف دي فلما عديت بيها فلما حد بقى يسألني فرح ممكن ممكن ده يحصل أقول له ما عرفش ما عرفش ممكن أنام أصحى أوافق بده ممكن أنام أصحى موافقش بده ممكن ربنا يخليني أمشي في الطريق ده مع إنه عكس اتجاهاتي وعكس اختياراتي بعكس كل حاجة فبقيت أقول إنتي فقدت الثقة في الناس فقدت الثقة في الحياة فقدت الثقة في الناس اللي حواليكي لأنه خلينا أقول إن علي كان من أقرب الناس ليكي يعني علي كان هو ظهرك في كل حاجة حتى من قبل ما تتجوزوا يعني أكيد كنا نحن لتين سنة ده معناه بالضبط بس ده معناه إن أنت خدتي صدمة كبيرة بغض النظر إن أنت مش هستقولي سببها إيه وإنا على فكرة إن الست تمر بتجربة طلاق دي مش حاجة سهلة أبدا أكيد بس هي الصدمة اللي أنا فيها دوقتي مش بسبب علي حرام لأ خالص أو مش السبب فيها خالص الصدمة اللي أنا فيها حالية بسبب بقى ما شفته بعد التجربة لكن علي مش سبب في أي صدمة لأ يعني أنت طلاقك أنت وعلي ما جاب ليكيش صدمة أكيد جاب لي صدمة من اللي أنا فيه بس يعني الصدمة اللي أنا فيها حالات علي صدمك بدون ذكر أسباب علي صدمك لدرجة أنه هو وصلت لمرحلة أن أنا عايزة تطلق ما هو ستة هتطلب الطلاق لأنه عمل حاجة صدمتني عمل حاجة غير متوقعة لا لا مش صدمة خليني أقول مش صدمة ممكن إحنا اللي اتنين وصلنا للقرار ده عشان عندنا أسبابنا بس لأنا صدمت ولا هو صدمني يعني إحنا اللي اتنين كنا متفقين على القرار أسلوب وطريقة خلينا نقول إنه أسلوب وتغير أسلوبك يا ستة تغير أنتو اللي اتنين أخطأتوا في حق بعد من الطريقة والأسلوب طب أقول لك على حاجة أنا دايما كنت بشوفها دايما كنت بعض أقولي اللي اتنين دول هيتحزدوا وبتكري إن أنا مرة كتبتلك كده كتك يا فرح كفاية تنزلوا فيديوز ليكم وكفاية تنزلوا فيديوز لرحيم لأن أنتو هتتحزدوا لأن الناس مش شايفة غير الحلو اللي فيكم تعالش المشاكل كانت إيه كنت برضو بلاقيكي بتنزلي فالناس كلها كنت شايفة إنه يا ريت ربنا يرزقني بواحد زي علي يعني كل بلاقي تقولي يا رب أنا أتجوز واحد زي علي وزي علي يا بختك يا فرح اتحسدتوا؟ الحسد يعني مسكول في القرآن أكيد بس أنا ما أقدرش يعني أعلق كل حكة على الحسد برضو السوشال ميديا خدتكم من بعض أنت مهتمة أكتر بالسوشال ميديا وبذاتك على السوشال ميديا وهو نفس الكلام فاتدايقته من بعض يعني بدأ يحس إنك مش مهتمة بيه أوي لا لا برضو ولا أي حاجة من دي يعني هيا كانت أسباب خاصة بيننا إحنا اللي اتنين وخلاص إحنا اللي اتنين قررنا القرار ده بمنطل الاحترام وخلاص يعني أفلنا الموضوع بمنطل الاحترام بغير مشاكل اللي هو برضو يعني أحنا بقى أحترمك ولازم ولازم يعني نربي الطفل ده مع بعض كويس ونطلعه سوي نفسيا وكل حاجة أنا كل ما يهمني في الدنيا ابني بشتغل عشان ابني بعمل عشان ابني يعني هم كل حاجة في حياتي أحترمك لما يكبر يا مامتو نكحة وبابا ناجح ومامتو بابا ما يكبرش في يوم يعمل سورش يلاقينا حد فينا شاتم التاني أو حد فينا آي الكلام ما يفعش يتقلع على التاني أو أنا أتكلم عليه كلام حتى لما صرته بتيجي بني الناس أقول ربنا يوفقه في حياته ويوفقني في حياتي حد بقى مثلا في ناس طبعا شرانية فضيعة بتيجي مثلا ده علي آي ده علي عمل ده مش عارف أقوله مش عايز أسمع مش عايز أسمع ورات بردوش أن الناس تسكت وعشان هيفرح معنا بنفسها وهي اللي هتقول في ناس كتير قالت أصل علي خان فرح وفيه ستة تانية والستة دي صحبتها ياه أنا أقول لك الكلام عشان نقفل يعني أي كلام بيتقال من الناس لا هذا ما حصلش طب يا جماعة علي غزلان ما خانش فرح هما فيه سوق تفاهم ما بينهم هما الاتنين ما تفاقوش فاتطلقوا ما فيش أي نوع من أنواع الخيانة طيب قلتيني ان انت تصدمتي بعد الطلاق طبعا انت خدتي صدمة كبيرة قوي صدمة الطلاق دي وأنا محترم أن انت مش عايزة تتكلمي ومش عايزة تطلعي أسرار بيتك برة وأحترمك جدا جدا على ده وبرافو عليك أن انت خايفة كمان على ابنك أنه هو لما يجي يكبر ويجي يعمل سورش على السورشال ميديا ويلاقي مامته وبابا قاعدين بيقولوا على بعض أضايح وكلم فأنا أحترمك في ده ما ينفعش أصله في الأول وفي الآخر هو ولد وهيبقى راجل فأنا بس النصيحة اللي عايزة تديها لكل أم وكل أب إنه حتى لو ما حصرش بينكو نصيب أنتوا تصيبوا بعض باحترام مش السورشال ميديا الحل ومش أنك تمشي تتكلم عليها وسط الناس الحل ومش أنك تفضحيه هو ده الحل خلاص أنتوا بعيدتوا عن بعض انتهى الأمر بقى شوفي حياتك وانتوا شوف حياتك ببنطلع احترام عندك حق بس وأحترمك جدا جدا على اللي انتي بتقولي ده ويريد كل الستات زيك بجد آه أصلي الكلام ده هيعمل إيه يعني الكلام ده هيعمل إيه أنت تكلمت عليها فهي هتطلع غلها في الولد أو في البنت فمش هتخليك تشوفه فالولد هيكرهك فأنت هتتعزم العكس صحيح طبع على إيه والولد يطلع في النهاية مرساوي والناس كلها تتتكلم وتفاصيل كتير طيب ليه انتي برافو عليك اللي انتي عمليه أحترمك جدا وأحترمه هو كمان